تراجع التفاؤل الذي أطلقه موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة الأوكرانية فكما يبدو فإن قواته لم تغادر الحدود مع أوكرانيا والانفصاليون رفضوا الانسياع لأوامره بعدم إرجاء استفتائهم المتعلق بالانفصال الغرب من جهته نفى انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية الأمر الذي دعى موسكو إلى اتهام الأمين العام لحلف النيتو بأنه كفيف لا يوجد أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية حتى الآن لم نلاحظ أي مؤشر على حصول انسحاب فعلي وبالمناسبة نظري سليم الانفصاليون الروس في دونيسك وسلافيانسك أكدوا تنظيم الاستفتاء على الاستقلال في موعده الأحد رغم مطالبة بوتين لهم بإرجائه بوتين الذي تحدث عن سحب قواته من الحدود مع أوكرانيا أشرف على عدة تجارب لصواريخ باليستية خلال منورات عسكرية روسية جديدة قدراتنا النووية لا تزال قوية وفي حال تأهب داهم لقد تمكنتم من الاطلاع على الجهوزية الكبرى لقوات الدفاع والهجوم الاستراتيجية لبلادنا ألمانيا التي ترتبط صناعتها بالغاز الروسي أبقت على المواقف الهادئة من موسكو فقد أشاد وزير الخارجية الألماني باللهجة البناء لبوتين داعيا إلى تطبيق فوري للأمور التي تم التباحث بها في موسكو واشنطن ولندن أعلنتا أنهما بصدد زيادة العقوبات على روسيا في المرحلة القادمة وخصوصا في حال إجراء الاستفتاء في شرق أوكرانيا أمر حرقوس العربية